السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الجمعة عشر تشرين الثاني نوفمبر وبما أنه توقعتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر استقر في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان حتى تمام ساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة من مساء يوم السبت لا ينتقل القمر بعديها لبرج العقرب طبعا القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزل الى الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وواحد وثلاثين دقيقة من صباح يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الزباني وهي منزل للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر الآن موجود في برج الميزان معناة التأثيرات على جميع الابراج بشكل عام هاي افضل وقت عاطفي لتقوية الرابطة العاطفية للعلاقة مع الحبيب او لتحسين العلاقة الزوجية اللي شاهدت بعض التوتر في الفترة الماضية نكون بالفترة هاي نشطين اكثر واجتماعيين ومن ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحة بين العشاء ولكن الغيرة يعني ممكن تلعب دور في علاقة جديدة او علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة ترتيب وتزيين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة هاي زاوية زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين نبتون رح تكون طبعا تأثيراتها من اليوم 10-11 ورح تستمر لـ 24-11 ذروتها يوم 17-11 الساعة 2 و51 دقيقة عصرا بالنسبة لهذه الزاوية بتخلي في عنا نوع من انواع التركيز العالي لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بحاول انه يكذب علينا او يخدعنا كما انها بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن انحقق انجازات علمية او عملية برضو بتدفعنا للاثارة ولكنها معني ممكن هيك تساعدنا على الكفاح من اجل مثل اعلى هذا الوقت مناسب للشعور بالطمأنين النفسية وانجازات العملية الكبيرة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين نبتون برضو هاي رح تبدأ يوم 10-11 ذروتها يوم 24-11 مستمرة من 10-11 لغاية 24-11 ذروتها يوم 17-11 الساعة 8 و35 دقيقة صباحا بالنسبة لهاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية والهام ومواهب الفنية بتكون فيه اوجهة والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم وطبعا الحلقة صارت موجودة على القناة هي انتقال عطارد الى القوس طبعا عطارد اللي موجود بالعقرب رح ينتقل صباح اليوم الجمعة من برج العقرب لبرج القوس ورح يضل في حركة امامية لغاية الساعة 2-31 دقيقة صباحا من صباح يوم 1-12 لا ينتقل بعديها للجدي فخلال هاي الفترة المذكورة بيشعر موليد برج القوس بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة واجراء الاتصالات او القيام بالسفريات الضرورية بتكون عندهم القدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرهم بيستفيد معهم موليد الابراج النارية اللي هم الحمل والاسد وايضا الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو وكل شخص يعني لما انولد كان عنده عطارد موجود يا بيطالعه يا ببرجه في برج القوس فعشان هيك هذولا الاشخاص اللي بيكون عندهم عطارد موجود في برج القوس بيكونوا منفتحين فكريا بيتقبلوا اراء الغير وافكارهم يعني بتكون عندهم افكار جديدة ومنفتحها اكثر وبرضو كثير منهم بيكون لهم علاقات بالتحليل السياسي والفلسفي وايضا الديني عندهم رغبات كبيرة بتكون بالسفر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية طبعا بدأت تأثيراتها يوم 7-11 ومستمرة لغاية يوم 13-11 اليوم ذروتها الساعة 3 و7 دقائق عصرا بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق اللي ممكن ان يضر بصحتنا بتدل على انتقاد الصحافي والجرائد لتراجع المردودية في القطاع الفلاحي وكذلك الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وممكن تشهد هاي الفترة اضرابات واحتجاجات لتحسين اوضاع اليد العامل في قطاع التعدين والمناجم وتحسين اوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة او فساد بعض مؤسسات الدولة او مؤسسات المالية او الامن الوطني بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم الكلا والحالب المثانة البولية الاوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزائد الدودية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى به جراء العمليات الجراحية ولكن دون الاعضاء اللي ذكرناها الا اذا كانت عمليات اضطرارية اما باقي اعضاء الجسم فما في اي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما ان القمر موجود في برج الميزان معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة ثلاثة وخمس دقائق من عصر يوم السبت 11-11 ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر فعمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة ودقيقة فجرا بصير سبع وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير تقريبا ستة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسي بالنسبة خمسين في المية القمر في الميزان حتى يوم 11-11 سعيد الان بالنسبة ستين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% عطارت في العقرب ورح ينتقل للقوس ورح يضل في القوس ليوم 1-12 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 35% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور الشوي بتكون حساسة زيادة عن اللزوم أو مرها في الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما فعشان هيك بدك تحاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور خصوصا مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم عشان هيك بتكون تنتبهوا لصحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم حاذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل أو مع المعاونين وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية وحاول أنك تقوم بهم مهماتك وواجباتك وما تلتهي بالأعمال اللي ما في منها فايده بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم واتفاهم معهم تأثير القمر إيجابي عليك خلال هذا اليوم وبتشعر بالأمان وبالارتياح وبتغمرك العواطف الجياشة وانت جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هاي الفترة ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء وفيه خبر مفرح بالنسبة لإلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتفضله التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ولكن بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور لا اللي حواليك اتفهم الآخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكي من تأخير في المعاملات أو في الالتزامات ولكن على مستوى البيت ممكن تهتم بمسائل العلاقة باستئجار صياني ترتيب مناسبات عائلية وأشياء من هذا القبيل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضو اليوم يعني فيه اللي عنده انتحان حتى نقاشات العاطفية أو تعزيز العلاقة مع الأحبة بتكون منتازة ولكن حاول أنك تتكلم بهدوء وتوضح كل كلامك تفادي لأي التباس محتمل هاي الفترة فيها نوع من أنواع التجربة أو امتحان ناجح أو مفاوضة جريئة أو مثمرة على المستوى التجاري أيضا ممتازة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحتاج إلى أحد أحباك أو يحتاج أحد أحباك لدعم أو أنت تحتاج دعم حتى مالي أو معنوي برضو اليوم في فرص لمكاسب مالية بتيجي عادة من عمل إضافية أو مستردات هباد دعم هدية وحاول أنك تنظم أقصاتك وديونك وما تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من مصاريف استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيطرأ تغيير للأفضل على صحتك خلال هذا اليوم لأجواء جيدة صحيح أنه ممكن يكون فيه مراجعات فحصات أشياء من هذا القبيل وبتجد حلول لمشاكلك وبتكون مقدام وبتنطلق من جديد بعد تصحيح بعض الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة وبتحضر لتغيير نمط وأسلوب معين في حياتك بتبدو متفائل وسعيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب حكينا لغاية مساء يوم الغد أو عصر يوم الغد فبتكون تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه ممكن تجد نفسك في موقف صعب اليوم فعشان هيك بدك تحاذر وتكون حكيم في إدارة الأمور حاذر من الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي حاذر من اتخاذ قرارات مصيرية بهذه الفترة لأنها لا تصلح للقرارات هذه فترة فاشلة ومخيبة وتعتبر من أصعب أيام الشهر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتلتقوا الأصدقاء اليوم وممكن يتوجه لكم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تساعدوا من لقاء بعض المعارف اجتماعيا فترة قوية جدا ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح اليوم وبرضو في فرص للأشخاص اللي بيرغبوا في تقديم طلبات عمل هاي فرصة ممتازة اليوم يعني من الأيام المميز لهاي الأمور وبرضو بتشتد عزيمتك في عمالك وتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة للتقاط أنفاسك بعد العواصف بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشغله في أمور بتتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة وبتقدر تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك هاي فترة ممتازة للامتحانات والسفريات والعلاقات والمراسلات وبرضو ممكن تنشغله بمسائل مالية أو بعض المسائل اللي بتتعلق بوضع صحي عائلي باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بتكون تحاضروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محللي أي أن كان بيظل في فرص للمال ما بتيجي من قرض بنك ضريبة تأمين مستردات يعني إلك الديون بتستردها وبرضو بدك تحذر لأنه ممكن تواجه قصم شرس وبتشتد المنافسة بينكم فعشان هيك لا تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء